استضاف منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لمناقشة جهود رفع كفاءة القطاع الصحي الحكومية وتمحورت النقاشات حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي وذلك في ظل الضغط المتزايد بسبب تطفق اللاجئين بعداد غير متوقعة لا يخفى على أحد أن الضغط على القطاع الصحي هو ضغط هائل خاصة في استيعاب الزيادات السكانية التي حدثت وخاصة في آخر فترة على مدال 25 عام لمدت وبأفواج اللاجئين التي أتت إلى الأردن والتي دائما تأتي بأعداد غير مخطط إلها في أي موازنة وفي أي قطاع وهذا يمثل بذاته تحدي أساسي أن تستطيع أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة وهذا الضغط الكبير على البناء التحتية بشكل عام وعلى القطاع الخاص بشكل خاص بدون أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطن الأردني الهواري أكد على أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين وقد أشار إلى جهود توسيع الخدمات المتخصصة مثل تقديم خدمات متخصصة في مركز سميح دورزا للأورام وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع الصحي في عام 2022 مع نهاية عام 2021 وبدايات 2022 وانتهاء 2022 بفتح القيام بافتتاح العديد من المستشفيات والتي تقدم خدمات إما متخصصة وبشكل عالية التخصص مثل مستشفى سميح دروزة مستشفى الجراحات التخصصية في البشية أو مستشفيات عامة كانت متعثرة استطعنا أن نخطو بها إلى الأمام مثل مستشفى الطفيلة مستشفى الإيمان في عجلون وأيضا مستشفى القضاء النفسي ومستشفى الرويشد كل هذه المستشفيات أضافت طاقة استيعابية بما يزيد عن 650 سرير تم استيعابها وبشكل مباشر وكامل خلال عام واحد ويمكن كنتوا تسمعوا أنه والله فيه أزمة أدوية نسمع عن أزمة الدواء بالتأكيد إحنا كان أمامنا خيارين إما أن نستمر بالبطء في افتتاح هذه المستشفيات أو أن نضع الخطط حتى نتعامل مع أثر هذه المستشفيات وبشكل كفء واستطعنا بحمد الله بالرغم من أنه كان في ضغط علينا في الأدوية لمدة شهرين لكن لم تؤثر هذه الأدوية على صحة الواطن وكنا دائما ننجح في توفير البدائل لكن لم نؤخر افتتاح هذه المستشفيات وبالتالي انطلقنا اليوم وهذه المستشفيات اليوم تعمل وبشكل كامل الهواري كشف عن جهود توطين الخدمات من خلال أتمت تسعة وثلاثين خدمة إلكترونية مما سيساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المرضى ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك خلال الأشهر القادمة من المفهوم المعروف أنها تقدم الخدمة العلاجية لكن أيضا هناك خدمات ثانية تقدمها وزارة الصحة تتعلق بترخيص المهن مزاولة المهن كل ما هو يتعلق بالشهادات الصحية وغيرها طبعا بحمد الله إحنا استطعنا أن ننهي أتمتت حوالي ستة وثلاثين خدمة من هذه الخدمات الإلكترونية سيتم إطلاقها رسميا إن شاء الله باحتفال رسمي بتشاركونا فيه ونتشغف دائما بوجودكم معنا والمتبقي هي عدد الخدمات الكامل هو حوالي ثلاثة وستين خدمة سننتهي من مجمل هذه الخدمات في الغالب مع نهاية النصف الأول من هذا العام اللي إحنا فيه يعني إن شاء الله بشهر ثمانية أقصاها بنكون أطلقناها بالكامل بحيث أن المواطن الأردني لن يحتاج أن يراجع وزارة الصحة في معاملاته وبالتالي تتم كلها سواء كان ترخيص أو قخص مزاولة أو ترخيص مهنة إصدار وخصة صيدلية أي عمل عادة تقوم فيها وزارة الصحة بإذن الله لن يحتاج المواطن أن يراجع الوزارة هذا مشروع كبير مشروع استراتيجي ومشروع يسهل المعاملات على المواطنين وعلى الرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها في توسيع الخدمات وتطوير الأنظمة الإلكترونية فالنتامين سرة العناية المركزة وحاضنات الأطفال يبقى تحدي يتطلب حلولا فورية وفعالة وبهذا تستمر الحكومة في التعهد بتحسين الرعاية الصحية وضمان إمكانية الوصول العادل للخدمات الصحية لجميع المواطنين دون تحيز أو تمييز خليني أنا أوضح نقطة لا ما فيش واسطة وهذا أحد الأشياء اللي ذكرتها أنا في عملية وجود وحدة سيطرة وتحكم الآن عندنا وحدة لإدارة الأسذر وجميع المستشفيات مربوطة في وحدة إدارة الأسذر وبإمكانهم اليوم دائما أي مستشفى أنه يعرف الشاغر فورا وأنه يحول بالنسبة للتوسع في أقصام الأي سيو إحنا قاعدنا نعمل هذا الكلام الآن في عديد من مستشفياتنا وسعنا وحدات العناية الحثيثة يعني بدأ أضرب مثل أنا قبل حوالي سنتين كان الانتظار في الطوارئ في مستشفيات البشير حتى يحصل المواطن على سرير كان ثلاث أسابيع يعني بيجي المواطن وغالبا بطيب في الطوارئ وبروح قبل ما يحصل على سرير الآن بدخل إما في نفس اليوم أو في حد أقصى مع نهاية الراوم الصباحي في اليوم التالي تأمين الصحي وتغطي الصحي الآن أيضا نتوقف عن الحديث عن التأمين الصحي نحن نسميه التغطي الصحي الشامل هذا المفهوم العصري الحديث نعم هناك خطة وهناك بوادر أيضا وبدأنا بالحديث عن هذه الخطة والتدرج للانتهاء من التغطي الصحي الشامل بحدود عام 2030 هذا موضوع مش سهل هذا موضوع عجزت عنه دول كبرى لأنه يحتاج إلى ثلاث أركان أساسية هيكلة وتشريعات واستدامة مالية واليوم نعمل إحنا على هذه الأمور إن شاء الله ستسمعوا قريبا على البواكير ستسمعوا عن الأفكار المبدئية اللي سنبدأ فيها بإعادة هيكلة القطاع الصحي حتى يستطيع أن يقوم بعمله لتوفير التغطية الصحية الشاملة حتى ننجح بدنا هالجبل هذا نطلعه على مراحل ما بنفع إحنا اليوم نط من لا شيء إلى القمة المرحلة الأساسي اللي بدنا نبدأ فيها هي أقعاية الصحية الأولية وتوفيرها لجميع مواطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ترجمة نانسي قنقر